اشتركوا في القناة الجزائر مؤخرا وذلك لما شهده حفل الافتتاح من رافع بعض الشعارات المسيئة الى المغاربة بالاضافة الى خطاب الكراهية الذي طلفظ به منظلة صغيرة الذي شنى هجم مصعور على المملكة وافادت المصادر الاعلامية المذكورة بان رئيس الاتحاد الدولي للعبة انفنتينو لن يتسهل في هذه القضية وهو الذي ما فاتئ يجدد على انه يمنع منعا كليا حكومات الدول ان تتدخل في شؤون الكرة وتسييسها هذا ويذكر ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفنتينو كان شاهدا على تعنط السلطات الجزائرية ومنع تنقل المنتخب المغربي للمشاركة في شان الجزائر نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء